عليكم السلام ورحمة الله انا مش فهمة انا مش فهمة انت متجوز مين دلوقتي؟ انا متجوز مرة اخوية اخوك توفى؟ اه متوفى ايوه اه وبعدين كانوا مخلفين؟ كان معهم ولد اتجوزتها بقى لك قد ايه؟ متجوزة بقى لي فترة انا معي منها ولدين ماشي وبعدين؟ في واحدة بقى تانى كانت متجوزة واحدة تانى بقى متجوزة وطبعا يطلق بسببين واحدة تانية واحدة كانت متجوزة واحد واتطلقت عشان تتجوزك صح؟ ان كنت عايزة اخوها من الاول اه اتجوزت التانى كم سنة ولا توقيت قدية؟ ما عادش مع حاجة يعني كتير بتاعها ست شهور سبع شهور وانت كنت على علاقة بها وفيك حوار وهي متجوزة؟ لا وما العرفت ان اتطلقت ازاي؟ ما هي اتطلقت بقى تانى على اساس انها مسلا يعني يا رجعتلي تانى بتقول لي لو اينا اتطلقت اتزايز ابني؟ قلت له لأ راحت ما اتطلقت برده دووقتي حلفت على مصحف بقى دووقت عائلة اتلوانة مش هتزوج خالص الشخص ده تقدم لي تانى انا روحت لقى لها في البيت قلت له انا مش هتزوجك يا بنتي عشان انا معاي عيال وكده بده هيخرب بالسببات اهي دووقتي بقى متعادل تزوج تانى فما ياشي حد ده هيدربك على ايدك لا ما ليه؟ ما هي دووقتي حلفت على مصحف انا مش هتزوج تانى ما دعناها ما تجوزت هيحرة لا سواني بس انت مالك يعني بس استنى وستنى وستنى ما هي دووقتي هي حلفت على مصحف انا مش تتجوز تانى حرة ما هي دووقتي هي بقى ايه؟ ايوه ما انت على علاقة ازاي ومش عايز تتجوزة منين على علاقة بياما؟ اه ما هي دووقتي تتطلقت بسبب انا من اللي عرفك بقى ان تتطلقت بسببك؟ ما هي اللي قالتلي انت اللي قلتلها تتطلق؟ لا لا هي اللي قالتلي بعد ما اتطلقت طب ثواني بس ثانية واحدة دلوقتي انت الست مرات اخوك الله يرحمه دي؟ انت متجوزها ومبسوط في جوازتك معها؟ الحمد لله تمام والله ومية مية مية مية؟ حلو اول خلاص الست بقى اللي جاتلك دي قالتلك انا اتطلقت بسببك انت طلقت منها تتطلق؟ لا انت بقى بتكلمها دلوقتي ليه؟ ايوه ما انا دلوقتي يعني ايه؟ هي بتبعتلي مع الناس بقول لها يا بنت الناس انا كده مرتاح في بيتي اه الحمد لله كده تمام خلاص بقى انت عايزي بقى؟ اه دلوقتي هي دلوقتي وإن لو ودك لأهلها اصلا؟ ما انا مراتش لا لا يا بتبعتلي مع الناس طيب هي بقى حلفت على مصحف مهم اتجوزة ما تتجوزش؟ هي حرة؟ اذلان بقى اذلان اروح لها انا بس اقول لها اتزواج عرفت على مصحف مش هتجوز غير ده؟ اه تمام صح كده يعني هتضربك على ايدك يعني انت هتضطر تتجوزها احراج؟ محرج يعني من اللي مين اللي هي حلفته؟ لا انا بقول لها حضرتك بالسبب المشكلة انا عايز بس اعرف بس ان هي حلفت على مصحف طيب انا دلوقتي مش عايز اتزواجها خلاص هي دلوقتي مش هتتجوز بسببه؟ طب السؤال هي انت كنت متجوز قبل مرات اخوك ولا ديل الوحيدة اللي في حياتك دلوقتي؟ لا هي ديل الوحيدة مرات اخوية طب ايه ايه رأيها في الموضوع ده هي عرفت دي؟ اه ما هي عارتها مش بقيد عني لا يا حبيبي مراتك اللي معاك دلوقتي موافقة على ان انت تتجوز من التانية دي؟ لا طبعا لا طبعا في مشكلة ايه دي مشكلة ان انا بقى خايف بتي اخرب بسبب الموضوع دي ده يعني انت عامل فاة عامل فاة دنجوان يعني لا هو بقولك البيت هيخرب لا انا خايف على بيتي طب انت خلاص كمل بقى اقفل على بيتك ايوه وخليك بعيالك بابن اخوك ده اليتيم يا حبيبي انت بقى بتعامله كويس ده زي ابنك ايوه صح لا الحمد لله انا جوزته والحمد لله ومخلق بنته وتمام التمام وانت عندك كم سنة؟ انا عندي اه 27 سنة اه 37 سنة انت عندك 37 سنة؟ اه اه مراتك بقى مسمعاش مراتك اخوك مراتك عندها كم سنة؟ مراتك انا اكبر مني بحوالي ثلاث سنين اه ماشي صغيرة برضو والتانية اللي اطلقت عندها كم سنة؟ لا التانية حوالي 20 سنة انا لو 20 وانت عينك مش رايحة كده؟ لا والله العظيم طب خلاص اسم عرد الشيخ بقى اه اه الله العظيم بتعدي نوين ايه لو او كده استاذ مصطفى بيشاور عقله ولا ايه استاذ مصطفى لا قالك لا انا مش عايز خالص بس هو مش عايز خالص يتجوز التانية دي اللي عندها 20 سنة ومصرة تبعت له ناس ايه اذا تخرب عليه بيته؟ يا فندم الاستاذ مصطفى ده متذبذب لانه بقولك انا انا كلمتها وهي طلعت عشاني كلمة طلعت عشاني ده مصيبة وعايز اقولك طالما باعت الاولاني هتبع ابوك انا بقول انا مش بزمها ولا اعرفها انا بحكم على السؤال مش على الاشخاص لو كان لها خير في الاول هيبقى لها خير فيك وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا بقوله اللي يغازي لامرأة او يعاكس امرأة او يفتح لست وهي متجوزة على زمة راجل ده لا يجوش شرعا ده حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها خبب يعني خيبها افسدها جوزها شغال او موظف او يعني مهلوك في الطين وعرقان وده يقول لها ايوة انت عامل يا حبي انت عامل يا باشا اخبارك ايه الكلمة الطيبة حرام شرعا وهتشرب من نفس الكاز ودقة بدقة ولو زدت لزد السقة وزي ما هي بتخون الاولاني هتخونك ركز في دي اوي 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 فسيبك منها سيبك منها سيبك منها واهتم بمراتك بنت الاصول اللي معاك وحافظ